محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد محمد تابعت بالتأكيد معنا الكلمة يعني السيد هنية قال إن حماس تقدم تنازلات إن حماس توافق على كل مقترحات أبو مازين حماس توافق على انتخابات تشريعية أولا ثم انتخابات رئاسية بعدها بفترة محددة توافق على أن الحوار الوطني يكون بعد الانتخابات توافق على أن مجلس الوطني يجب أن يكون في مرحلة لاحقة ولكنه تحدث عن ما يمكن أن نسميه بشرطين تحدث أولا عن القدس وتحدث عن المحكمة الدستورية ما تقييمك لإشتراته أن تجرى انتخابات في القدس؟ نعم بالتأكيد ترى جيدا لخطار السيد محمد وعلى سيد محمد حمام وهو مثل مضمول شمك ولا زوك بالتالي هو ما جاء به موافقة ملغومة بالرفض هناك توجه واضح من حركة فتح ممثلا بالسيد الرئيس أبو مازن وأعلنها من أعلى منبر في العالم وهو منصف الأمم المتحدة بالدعوة لهذه الانتخابات واضح تماما بأن حركة حماس من بداية هذه الدعوة تحاول تسويق خطاب لفظي للشارع بالموافقة وتذهب إلى اشتراتات تنسف هذه الموافقة وتعيق العملية الدموقراطية وصولا بانتخابات المجلس التشريعي وكذلك الرئاسة وحتى المجلس الوطني المحكمة الدستورية التي أشارت لها السيد إسرائيل أليا مشككا بمزاهتها على اعتبار أنها شكلت من قبل الرئيس أبو مازن وهذا حق دستوري للرئيس كفلوا الدستور بتشكيل المحكمة الدستورية للعلم التي اتخذت العديد من القرارات ضد الرئيس أبو مازن العديد من المؤسسات أو النقبات أو الشخصيات التي رفعت قضايا لهذه المحكمة ضد الرئيس وضد قرارات الرئيس وفعلا كما شاهدنا وطول المعلمين وغير المعلمين حلت هذه المحكمة وتحملت من قرارات ورفضت وقرارات ومغاثين للسيد الرئيس أبو مازن بالتالي هذه المحكمة تحظى بمصداقية وبمهنية أن نريد أن نفصل محكمة على بقاس السيد إسماعي الهنية أو حزب معين هنا من يقول لك لا أريد أن أثير في هذه العملية لكنه أيضا سيد محمد لكنه سيد إسماعي الهنية تحدث عن أن هذه المحكمة الدستورية هي التي ألغت نتائج انتخابات 2006 وأنها ربما أطاحت برأي الفلسطينيين بقرار الفلسطينيين مثلا هكذا تحدث حرفيا هذه المحكمة بالنهاية هي محكمة دستورية هناك دواعي لهذا القرار وأعضاء المجلس التشريعي هم ليسوا من حركة حماس فحس بل أيضا هناك نواب من حركة فتح ومن المصائل ومن المستقلين وبالتالي هذا القرار لم يأتي باستهداف هذه الحركة أو تلف يتحدث سيد إسماعي الهنية عن الكرامة وكرامة لفلسطين كرامة للإرث كرامة للتاريخ يعني مع الاحترام عن أي كرامة أنت تتحدث وأنت اليوم تمنع إحياء ذكرى إرث فلسطيني اسمه الشهيد الخارج ياسر عرفات وتلاحظ من يحاول أن ينظم حتى مهرجان إحياء لهذه الذكرى لهذا الإرث العظيم لأبناء الشعب الفلسطيني وتريد أن نصدق أنك تريد أن تحفظ على هذا الإرث الموضوع موضوع القدس أكيد بالتأكيد القدس معضلة يعني كبيرة جدا تواجه الجميع لاعتبار أن يعني بصراحة يعني الاحتلال بالتأكيد يكون له أثر فيما يتعوق من انتهاكات من محاولة الإجهاض كل العملية الدموقراطية ولكن إذا إحنا عجينا نتحدث عن الشفافية والنزاهة بعيدا عن الاحتلال في الطفل الغربية وفي قطاع غزة نشاهد انتخابات الجامعات الفلسطينية بشكل دوري وتنوي نشاهد انتخابات بلدية نشاهد انتخابات للأطر والنقابات هذا ما لا يحدد في قطاع غزة ضمن سيطرة حركة حماس وبالتالي إذا هنالك تخوف من عدم النزاهة وتخوف من عدم الحيادية ومن الانتهاكات هو من قبل حركة حماس في قطاع غزة لذلك نعم مطلب ان يكون هنالك لجان رقابة دولية وحرمية وعربية على هذه الانتخابات بالتأكيد هو ايضا مطلب لحركة فبالتالي نزمن على حركة حماس انت المزل بالتعوى التي وجهها السيد الرئيس وهي واضحة تماما انها قائمة على قانون 2007 وبالتالي نذهب الى هذه الانتخابات فليأتي المجلس بالتعوى القادة ويقرر في كل القبائل الخلافية طيب سيد محمد اسمح لنا يعني الان نحن لدينا اقتراح من الرئيس فلسطيني ابو مازين وكذلك لدينا رد من حركة حماس الرد هو القبول لكنه به شرطان على الاقل دعنا نقول الان حركة فتح كيف تنظر الى هذا الرد من حماس هل تعتبره قبولا ام رفضا لا هو بالظاهر واضح تماما لأي متابع لأي قارئ لأن محمد ترتب الدعوى للانتخابات وتتعذر بسلسلة من المطالب وتحاول ان تتحزم ببعض المواقف هنا وهناك في هذا الجانب ولكن الشعب يريد هذه الانتخابات فلنذهب للموافقة على دعوة السيد الرئيس وفيما يتعلق بالتفاصيل فليكن هناك مثلا فقف زمني لحوارات ذات علاقة بالاتفاق بالتحالفات بالتفاهمات ولكن لتفق على فقف زمني ذو علاقة بموعد للانتخابات إن خرج المرسوم الرئاسي وفق القانون يجب أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوم إذا إحنا بدنا نظل تحمل بعض في مسئولية وتوزع اجتماعات فهي حكومة الشاطئ يعني مثل ما ذكر السيد سمعين هانية حكومة الشاطئ قصست وتم الاتفاق علىها في بيته عذرا سيد محمد أعتذر منك بشدة سيد محمد الأحام لضيق الوقت لكن حقا ما زلنا بحاجة إلى توضيح خرج علينا السيد سمعين هانية قال كرماء للوطن نتنازل عن كذا وكذا وكذا ونوافق على ما جاء في ورقة أبو مازن ولدينا تحفظان الآن السؤال بمنتهى للوضوح والإيجاز وأرجو كذلك أن تأتي الإجابة كيف استقبلت فتح رد حماس هل بأذن الرفض أم أذن القبول تفضل لا بالتأكيد من يقرأ خطاب سيد سمعين هانية يدد تماما أنه يرفض الذهاب إلى انتخابات دموقراطية وفق القوانين ويريد أن نفصل له قانون على مقاسه ومقاس حركة حماس أشكر كل الشعب الفلسطيني لا يقتل ذلك الشعب الفلسطيني يقول هناك دعوة من السيد الرئيس أبو مازن لإجراء الانتخابات يجب علينا أن نذهب إلى هذه الانتخابات التفاصيل تأتي المجلس الشيح المنتخب يغير ما يريد ولكن الشعب يريد الخراط سيد محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح كنت معنا عبر الهاتف فشكرا لك